بعد الحركة اللي عملها محمد عبد المنعم في المباراة المضايا قدام مازين بي فتلاقي جمالي الزمالك تقعد تضغط تقول انت ازاي ما هاجمتوش محمد عبد المنعم انتو ازاي ما عملتوش في محمد عبد المنعم يجي مصطفى شلبي يعمل حركة زي دي فتلاقي جمالي نادي لقالي ايه الحق دول مش عايزيني هاجمه مصطفى شلبي دول مش عايزيني مش عارف ايه طيب موضوع بسيط يا جمعة في منتهى البساط محمد عبد المنعم هو قال لك انه انا كان عندي مشكلة في البطن وببص على بطني عشان كان فيه خدش مثلا بقية طبيب النادي الاهلي اطلع اكد الكلام ده وتقال انه اتعمل اشياء تسونار والكلام ده كله مصطفى شلبي النهاردة في حركة عملة احنا كاعلاميين حضرتك كمشجع انا ازاي هقدر اخش في النواة يعني الوقت لو قلت لك مثلا انه عمر حركة سيئة النهاردة فهو هيطلع يقول لك لا انا كنت مخبط في صدري بحماس مثلا انا ازاي هقدر اعمل كده طبعا جاهز فاني بقى ادارة ممكن يسألوه ويتأكدوا اذا كان الموقف ده غلط انا زي ما قلت على محمد عبد المنام هو محمد عبد المنام اللي هيخليها اعمل حركة زي كده وفرقيته كسبانة والمين وجمهور ما زمي مش موجود هيعملها المين فانا حاولت احللها انه ما فيه السبب يخليها اعمل حركة دي النهاردة نفس الامر مصطفى شلبي اللي هيخلينا توقع انه عمل حركة زي كده هيعملها المين وعلى فكرة ممكن يكون مصطفى شلبي اواصل ممكن يكون محمد عبد المنام بس انا انا هخش في النواية ازاي ادام هم بيقولوا ان احنا مكناش قصدين نعمل حقا غلط خاصة ان الحركة تقبل كده وتقبل كده يعني تقبل حسن النواية وتقبل ايضا سوء النواية سوء النواية